موسيقى حياكم الله إن أكثر ما تخشاه إسرائيل على مشروعها التوسعي في المنطقة أو وجودها اللاشرعي إنسانيا هو جبهة المقاومة العربية الإسلامية في الداخل ومن الجنوب فصائل المقاومة متمثلة بحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها من الحركات الفلسطينية المنخرطة في جبهة الرفض لأي تسوية مع إسرائيل على حساب فلسطين التاريخية في الخارج ومن الشمال سوريا وحزب الله في لبنان وإيران التي تدعمهما في أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل وخوفا على تماسك جبهتها الداخلية وتلافيا لأي مفاجأة مربكة لواقعها الإقليمي تكثر إسرائيل عبر مراكز بحوثها المتخصصة الدراسات المعمقة لاستشراف المخاطر والتهديدات المقبلة وطرح السيناريوهات المفترضة للمواجهة قبل حدوثها وفي التقدير الاستراتيجي الصادري لهذا العام عن معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل مخاطر متعددة تبدأ من الجبهة الداخلية وصولا إلى إمكانية اندلاع حرب شاملة مع كامل أعضاء محور المقاومة في المنطقة وأركانه حول مضامين التقدير الاستراتيجي الصادري لهذا العام وتحليلا لما ورد فيه من سيناريوهات ومناقشة لما طرح فيه من حلول نخصص هذا الحوار الذي يستمر على مدار ساعة ونصف ساعة من الآن مع ضيوف أكفاء وكل في اختصاصه وفي ميدانه معنا في الاستوديو الدكتور عباس اسماعيل الباحث في أشؤون الإسرائيلية ومعنا أيضا الباحث والكاتب السياسي حسن لافي ومن دمشق الباحث في مركز دمشق للأبحاث ودراسات العميد المتقاعد تركي حسن وسيكون معنا عبر الهاتف من غزة المحل الأسياسي والمتخصص في الشأن الإسرائيلي محمود مردوي نرحب بضيوفنا جميعا وقبل النقاش دعونا مشاهدنا نلقي نظرة شاملة على المحاور التي تطرق إليها التقدير الاستراتيجي والإسرائيلي لهذا العام وعلى استشرافه المخاطر التي تهدد كيان الاحتلال كل هذا تحدثنا عنه الزميلة بسانت الراف في التقرير التالي أهلا بكم أصدر معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب تقديره الاستراتيجية السنوية لإسرائيل 2018-2019 وهو يمتد على نحو 120 صفحة يتناول المحاور الآتية إيران نحو عام الحسم والتحولات الحلبة الشمالية على مفترق طرق الهزة في الحلبة الدولية وتأثيرها في الشرق الأوسط الحلبة الفلسطينية أزمة تنطوي على فرص لإسرائيل هل الديمقراطية الإسرائيلية في خطر؟ إيجاز تقدير استراتيجي وتوصيات للسياسة تقدير الاستراتيجي أوجز فترة تميزت بتحولات في البيئة القريبة لإسرائيل وبصيرورات سجلت في البيئة الأبعاد ذات التأثير المباشر على التحديات والفرص التي تواجهها إسرائيل تقدير الاستراتيجي ركز في أوراقه البحثية التي أعدها فريق من كبار الباحثين في معهد أبحاث الأمن القومي على الأبعاد الأساسية للتحولات التي دربت مؤخرا الشرق الأوسط وعلى تفاقم بؤر التوتر التي مصدرها المنطقة نفسها والساحة الدولية ذات الصلة في الموضوع الإيراني تطرق التقدير للتحديات التي تواجهها إسرائيل نتيجة ما اعتبره سعي إيران لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط إضافة إلى تطورات الساحة الداخلية في إيران مع التجديد على أبعاد السياسة الخارجية الإيرانية التقدير بحث بعمق الساحة الشمالية لإسرائيل وخطر التصعيد النابع منها كما تناول أيضا تدعية الديناميكيا الدولية عموما وتلك المتطورة بين الدول العظمى بوجه خاص على الشرق الأوسط ولا سيما على المصالح الأمنية والديبنوماسية لإسرائيل في الساحة الشمالية وكذلك في ساحة الصراع مع الفلسطينيين خاصة التقدير حيزا واسعا للساحة الفلسطينية مركزا على تحليل الأزمة العميقة التي تضرب الساحة الفلسطينية وأفرد محورا خاصا للساحة الإسرائيلية الداخلية تطرق فيه إلى رسم خريطة الفجوات بين تقديرات مختلفة فيما خص تداعيات خطوات قامت بها حكومة إسرائيل مؤخرا على الديمقراطية الإسرائيلية خاتمة التقدير كتبها رئيس المعهد اللواء احتياط عموس يدين وكرسها لتوصيات بسياسات تتصل بمجريات بمقدور إسرائيل التدخل فيها من أجل تقليص التهديدات أو استغلالها من أجل حفظه وتحصين تفوقاتها الاستراتيجية في البعد العسكري وفي البعد الدبلوماسي على حد سواء أبدأ معك دكتور عباس تقديرك ما الأهمية التي يحتلها هذا التقرير سواء كان في الداخل الإسرائيلي أو على الصعيد الاستراتيجي في رسم السياسات ضمن إطار محيطها هذا التقدير الاستراتيجي الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي يتمتع بأهمية حقيقة في إسرائيل هذه الأهمية نابعة من جملة عناصر العنصر الأول هو الجهة التي تعد هذا التقدير ونقصد هنا معهد أبحاث الأمن القومي الذي يعد من أهم مراكز الأبحاث ومراكز التفكير في إسرائيل وبالتالي ما ينتج عنه نتاج هذا المعهد يعتبر معهد يحتل المرتبة عالية يحظى بأهمية ارتباطا بالمعهد الذي صدره عنه خاصة وأننا نحن أمام تقدير يصدر العام الثاني عشر على التوالي وبالتالي يتم انتظاره العنصر الثاني الذي هو منبع الأهمية هو طاقم العمل والبحث الذي يعد هذا التقدير وهنا نتحدث عن مجموعة أو طاقم بحث من أهم الخبراء في إسرائيل ميزة أساسية في طاقم البحث هذا وأنه قسم كبير منهم آتي من خلفية أمنية عسكرية من من شغلوا مناصب ذات مستوى عالي في المؤسسة العسكرية والأمنية والقسم الآخر قادم من عالم الأكاديميا وبالتالي هو يتمتع بمهنية إذا أخذنا على سبيل المثال لحصل رئيس المعهد اللواء عموس يدلن وكان رئيس شعبة استخبارات العسكرية مدير المعهد أودي ديكل كان عميد وكان مسؤول اللواء الاستراتيجي في شعبة التخطيط وبالتالي هذين العنصران أساسيا يمنحات التخدير في رسم السياسات الداخلية لكن لابد من الإشارة هنا بالإختارة لما نتحدث عن التخدير وأنه كان هناك سمة لافتة هذا العام في التخدير أنه كان خلافا للتخديرات الاستراتيجية السابقة كان أكثر تركيزا بمعنى أنه إذا معنا النظر في التخديرات السابقة الاستراتيجية نرى أنه كان يتناول عشر محاور خمسة عشر أحيانا عشرين محور عشرين فصل نحن الآن في هذا التخدير أمام تخدير يتناول فقط ستة محاور وهذا لحظه المعدون نذكرها بشكل سريع قبل أن ندخل في نقاشها هي التي وردت في التقرير الهدف كان هو التعامل أو التركيز على الجهات التهديد الأكثر مباشرة على إسرائيل في محيطها لذلك كانت المحاور تركز على إيران سوريا الساحة الفلسطينية الداخل الإسرائيلي إضافة إلى الإجازة وبالتالي هذه أهميته ولكن هذا لا ينبغي أن يفوتنا بأننا نتحدث عن ماهد مستقل ما يريده لا يعقص سياسات الرسمية ولكن متعارف عليه مستأنس به وله قيمة كما ذكرت حضرتك وله تأثير كبير في صنع القرار لسيما في الموضوع غير الفلسطيني الموضوع الذي له علاقة بالجبهة الشمالية لأنه في الموضوع الفلسطيني محاة أبحاث الأمن القومي على تعارض مع سياسة الحكومة الحالي هذا ما أريد من الأستاذ حسن أن يوضحه لنا لجهة معهد أبحاث الأمن القومي معروفة إسرائيل وللأسف الشديد أنها من أكثر الدول في المنطقة فيها مراكز بحوث تحتمد معايير علمية في هذه البحوث ويؤخذ بها بدرجة عالية في رسم السياسات الداخلية وحتى الخارجية معهد أبحاث الأمن القومي بين قائمة هذه المعاهد ما الذي يحتله؟ يعني بالبداية معهد الأمن القومي تابع لجامعة من أهم جامعات دولة الاحتلال وهي جامعة تل أبيب بمعنى أنه هناك في داخل هذا المعهد نوع من أنواع التكامل التكامل ما بين الأكاديميا والأمن والعسكر بمعنى أن وهذا يأخذنا إلى نوعية صناعة الثكر الاستراتيجي داخل المؤسسة العسكرية أن من المميزات لدولة الاحتلال أن أصحاب خاصة شعبة الاستخبارات العسكرية وداخلها وحدة الأبحاث التابعة لهذه الشعبة تذهب إلى الأكاديميا وهي في الخدمة بمعنى أن يحصل على شهادات الدكتوراه والتخصصات وهو في الخدمة لكي يعود إلى هذه الخدمة بمعنى أن هؤلاء النخب التي أصبحت نوع من أنواع الخبرة بالإضافة إلى الأكاديميا أن يذهبون بعد التقاعد يذهبون إلى هذه المصانع التفكيرية ولا أقول فقط معاهد بحثية هي مصانع تفكيرية أهم معهد من المعهد في دولة الاحتلال هو معهد الأمن القومي وكما ذكر الأستاذ سماعيل يكفي أن عام صدل هذا المفكر الاستراتيجي الذي كان مسؤول شعبة الاستخبارات العسكرية هو من يقوده نهيك عن أسماء كبيرة ممن هم باحثون غير متفرغون مثل بوغي يعلون وزير الحرب السابق كان من أهم الباحثين في هذا المعهد أين الخصوصية لهذا المعهد أن هذا المعهد لديه احترام للقيادات السياسية والعسكرية كونه أنهم كانوا بالسابق مسؤولين عن هذه كانوا مدرسين إليه كان لديهم حضور قوي فهم من رب هذا الجيل الذي الآن يتكلم يعني عام صدل عندما كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الآن أفيف كوخافي الذي سيصبح أصبح رئيس الأركان الآن كان عنصرا لديه في في هذه الشعبة فهو يثق بهذا بأبحاثه وما يوزره من تقارير أمر الثاني أن دولة الاحتلال كون أنها تميل إلى الجهة الغربية مراكز الأبحاث هي شيء أساسي في صنع القرار في دولة الاحتلال وليس فقط مجرد الرأي استشاري قد تصل إلى مرحلة من المراحل أن هذا التقرير أن يتلقفه الشارع الإسرائيلي ومن خلال الدمقراطية الإسرائيلية بخصوصيتها أن يؤثر على صنع القرار وهنا مثال قبل عدة أشهر قدم هذا معهد الأمن القومي خطة للخروج من أزمة الفلسطينية وسماها الخطة للخروج الأزمة الفلسطينية خطة متكاملة جدا تعتمد على الفصل المبرمج من قبل الإسرائيل مع الفلسطيني هذه الخطة الآن أصبحت عماد أساسي في الانتخابات القادمة لبعض الأحزاب لكي تطالب في تطبيقها بمعنى أن جيد حضرتك تلقي الضوء بشكل أساسي على الأهداف والأهمية السياسية خاصة الارتباط العضوي ماذا بالشأن العسكري ولسيما نتحدث نحن أيضا عن خصوصية في إصدار هذا التقرير وهو يتزامن إصداره مع اعتداءات متكررة على سوريا من دمشق معنا طبعا العميد المتقاعد والباحث طبعا في مركز دمشق للدراسات تركي الحسن مساء الخير سيادة العميد ابتداء من ناحية العسكرية للأسف أن هذا التقرير أو التقدير يتزامن مع اعتداء إسرائيلي على سوريا بالأمس أيضا كان هناك اعتداء على سوريا تقديركم إلى أي حد في البعد العسكري أسأل إلى أي حد تعتبر ما يصدر من هذه المراكز دافع أساسي لمثل هذه الاعتداءات طالما تتحدث عن مخاطر قادمة من الشمال لجهة سواء كان حزب الله أو لجهة إيران أو لجهة حتى الجيش العربي السوري مساء الخير أستاذ محمد مساء الخير لضيوفك الكرام أستاذ حسن أستاذ عباس والضيف الذي سيلتحق من غزة أيضا مساء الخير لسادة المشاهدين أنا في تقديري أن هذا المعهد بما يصدره من تقارير سنوية كبيرة وهامة جدا يتم تبنيها من الطبق السياسي غالبا والعسكرية في إسرائيل وتقرير عام 2018 الذي استضره في بداية عام 2018 كان هو موجه للسلطة السياسية في إسرائيل وبنفس الوقت القيادة العسكرية وقد تبنىها إيزون كوت وهو كان رئيسا للأركان وقد انتهى منذ عدة أيام وكانت صفحات التقرير أو بنود أني نقول وتوصيات التقرير موجهة لعمل قيادة الأركان في الجيش الإسرائيلي الآن يصدر تقرير جديد الآن أمام قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي ومع تقرير جديد ولكن أنا أعتقد أنه لا يزال مفاعل خطة إيزون كوت في عام 2018 التي بدأت في بداية عام 2018 والذي يقول كوخافي أنه سيتبنى هذه الخطة واستمراريتها في التوجه أو في استهداف الداخل السوري وكما يقول في انهاء الوجود الإيراني في سوريا ثم استهداف المواقع الإيرانية التقرير من الأهم بمكان لأن الأشخاص الذين تعاملوا أو يتعاملون به ومن الذين أنتجوه هم زوية خبرة كبيرة وبنفس الوقت تاريخ طويل عموس يدلن هو طيار إسرائيلي قدم في المخابرات الجوية الإسرائيلية قدم كرئيس لجهاز الاستخبارات هو يقود للمعهد منذ عدة سنوات ويقدم إلى رئيس الدولة وبالتالي هذه التوصيات يتم تبنيها من قبل أعلى مستوى في إسرائيل وبالتالي يفرض نفسه على الواقع الإسرائيلي من خلال ما أراه من التقرير يعني كما قرأت في التقرير وفي النتائج والبنود والتوصيات وما هي المخاطر التي تتهدد إسرائيل كما يقول سواء كان باتجاه الشمال أو في الداخل أو في غزة هي مخاطر رئيسية ويتحدث رغم قوة وتقدم إسرائيل العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية لكن هناك مخاطر جدية الآن بدأت تتهدد إسرائيل وخاصة في العام الحالي أو بداية العام الحالي إذا نظرنا إلى التقارير السابقة في تقرير عام 2017 يعني كان يقول أن نسبة المخاطر أو نسبة نشوب حرب على الجبهة الشمالية تساوي واحد بالمئة وكان هذا الأمر من منطلق ما هو وضع سوريا يعني وكيف تسيطر الإرهاب على حوالي 80% من الأراضي السورية بالإضافة إلى وضع المقاومة المشغلة بالإضافة إلى إيران في عام 2018 يعني التقرير العام الماضي رفع هذه النسبة من واحد إلى عشرة في المئة ورغم ذلك تعتبر هذه متدنية يعني أنا قرأت كمان التقارير السابقة تعتبر المتدنية أنها نسبة المخاطر وقيام حرب في الشمال تساوي 10% اليوم يرفع أن الأولوية هي عبارة عن مخاطر قد تتهدد هناك حرب نعم سنفصل أكثر لجهة هذه الخطورة سيادة العميد لكن طبعا كما هو معلوم أن التقدير الاستراتيجي ليس مجرد دراسة يعدها مركز بحثي مرموك في إسرائيل بل تكمن أهميته في التوصيات التي تترك بالغ الأثر في خطة إسرائيل وسياسيتها تجاه ما تراه مخاطر تهددها ماذا قال الرئيس الإسرائيلي عن أهمية التقدير لهذه السنة نشاهد معي الوثيقة التي أمامنا هي نتاج تحليل مجريات عميق وبلورة صورة شاملة عن الحاضر لكن فيه أيضا نظرة تستشرف المستقبل كوثيقة أمن إقليمي التقدير الذي أمامنا يقف بتفصيل كبير على التحديات في مواجهة التهديد الإيراني سواء في البعد التقليدي أو في البعد النووي التقدير يدعو بشجاعة إلى فحص ما إذا كانت المعركة بين الحروب التي أثمرت لإسرائيل ثمارا كثيرة في هذا التعامل قد استنفدت جدواها في هذه المرحلة بيد أن القيمة الكاملة للوثيقة لا تنحصر بصورة التهديدات التي ترسمها التقدير يلامس مجمل العناصر المؤثرة في منعتنا الوطنية بهذا المعنى إنه تقدير استراتيجي شامل التقدير السنوي والتوصيات السياسية فيه تؤلف معا وثيقة ثاقبة لا تتردد في توجيه انتقاد لقراراتنا وأعمالنا وإخفاقاتنا في القيادة الإسرائيلية لكن في الوقت نفسه يلحظ من كل سطر فيها أن التقدير يحركه قلق حقيقي وصادق على مستقبل وأمن إسرائيل عود إليك دكتور عباس قبل أن نذهب إلى فاصل في حوالي دقيقة وقليل إلى أي حد تعتقد ما قاله الرئيس الإسرائيلي يعكس أهمية هذا التقرير لدى دوائر صنع القرار الإسرائيلي نحن ذكرنا أن هذه التقديرات التي تظهر على مركزة الأبحاث تحظى بأهمية وتقدير مركزة الأمن القومي أيضا يحظى بأهمية لكن لابد من الإشارة هناك عشرات معاهد الأبحاث ولكن مع الأبحاث الأمن القومي مشكلته الحالية الآن في إسرائيل هو أنه في جزء أهم جدا من اهتمامات السلطة يعني أقصد الصاحة الفلسطينية لا يتساوق مع نظرة اليمين الحاكم في إسرائيل وبالتالي إذا أردنا أن نقيم هذا التقدير نقول أنه في كل ما له علاقة بالتقدير بالجبهة الشمالية نرى أن هناك تطابق كبير بين ما يطرحه المعهد وبين السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ولكن في كل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية لأن هناك تراقضا تاما بين ما يطرحه معهد أبحاث الأمن القومي سواء لجهة مقاربة الواقع الفلسطيني أو مقاربة الحل في مواجهة التسبيع مع الفلسطينيين وبين ما تطرحه الحكومة لذلك طرح في العام أو أنشأ في العام الماضي معهد أبحاث جديد في إسرائيل ثم معهد القدس للدرسات الاستراتيجية قدم نفسه هذا المعهد بديلا عن معهد أبحاث الأمن القومي وقدم نفسه بأنه البديل اليميني لمعهد أبحاث الأمن القومي والمعهد الذي يقدم توصيات من شأنها أن تحافظ كما قال هو على تراث إسرائيل وعلى النظرة الصهيونية المحافظة في إسرائيل خلافا لمعهد أبحاث الأمن القومي وخاصة في كل ما له علاقة في القدس إذن مشكلة هذا التقدير الآن أنه الطبق الحاكم الآن الحكومة الموجودة الإسرائيلية الآن تنظر إلى هذا المعهد باعتبار أنه بين هلالي الموبوء بنظرة سياسية تميل إلى الوسط أو إلى اليسار في كل ما له علاقة بمقاربة قضية فلسطين باختصار هل يعني هذا نوع من التوظيف السياسي للمركز مقابل أطرحات من قوى حزبية وقوى سياسية في الداخل تتصارع على السلطة وهذا المعهد يعقص رؤيته للقضية الفلسطين النزاع أو السرع مع الفلسطينيين هذا الحل يتبنى كما أشار زميلنا قبل قليل يتبنى جزء من الأحزاب الإسرائيلية ولكن المحسوبة على الوسط ولا المحسوبة على اليسار ولكن الآن الذي هو في الحكم هي الأحزاب اليمينية الحكم الآن بيد اليمين لذلك الآن نرى المقاربة للطلطة في إسرائيل تميل أكثر إلى أخذ بتوصيات معهد القص للدراسات الاستراتيجية وقلت أنه أنشئ لهذه الغاية قبل عام وبضعة أجهر طبعا التقدير الاستراتيجي كما هو معلوم وكما شاهدنا مشاهدين في بداية هذه الحلقة يصلت الضوء بشكل أساسي أيضا على الجبهة الشمالية إمكانية اندلاع حرب مع حزب الله مع سوريا مع إيران مع مقاومة شاملة بعد الفاصل سنفصل أكثر لجهة أهمية هذه المخاطر تابعونا نجدد بكم ترحب مشاهدين إسرائيل تحت المجهر في مناقشة لما صدر من مركز أو معهد أمن القومي الإسرائيلي حول ما يعرف بالتقدير الاستراتيجي الصادر لهذه السنة للنقاش حول هذا الموضوع معنا فيلوستيديو الدكتور عباس ميل الباحث في أشؤون الإسرائيلية ومعنا الأستاذ حسن لافي كاتب وباحث ومن دمشق العميد المتقاعد تركي حسن وهو باحث أيضا في مركز دمشق للدراسات والأبحاث إمكانية وقوع حرب مع حزب الله أو سوريا أمر وارد إسرائيليا في كل يوم لكن أن يتوقع التقدير الاستراتيجي بنسبة عالية إمكانية نشوب حرب مع إيران وسوريا وحزب الله دفع واحدة في الشمال الإسرائيلي فهذا هو اللافت ما الذي حمل التقدير على هذا الاعتقاد هذا ما تحدثنا عنه الزميلة منال إسماعيل من قسم أشؤون الإسرائيلية في تقريرها التالي حرب شاملة في الشمال مقابل إيران وحزب الله وسوريا هي التهديد الذي تصدر قائمة التهديدات التي تواجهها إسرائيل للعام 2019 وسيناريو حرب الشمال الأولى مقابل جميع القوى في الشمال هو التهديد الأكثر خطورة عليها هذا ما خلص إليه التقدير الاستراتيجي السنوي الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الذي يعنى بالتقييم الاستراتيجي للعام المقبل وجدول التهديدات على إسرائيل ما تضمنه التقدير الاستراتيجي حول حرب الشمال الأولى طرح تساؤلات حول فعالية الردع الإسرائيلي في ظل الحديث المتنامي والمتواصل في إسرائيل عن قوة إسرائيل وجيشها من جهة إسرائيل قوية جدا ومن جهة أخرى تجد صعوبة في تحقيق الهداف التي تريدها إضافة إلى أن لدينا ردعا قويا جدا لكنه مع ذلك هش جدا الاستقرار في سوريا وإعادة التسليح على يد روسيا والحضور الإيراني هناك تطورات لا تسهل الأمور وفقا للتقدير على إسرائيل وتقلص حرية عمل الجيش الإسرائيلي في سماء سوريا مع الإشارة إلى أن المعركة بين الحروب التي اعتمدتها إسرائيل لمحاربة التمركز الإيراني في سوريا بدأت باستنفاذ نفسها أو أن نتائجها لم تعد تبرر مخاطر التصعيد التي تنطوي عليها هناك تساؤلات في الدراسة عما إذا كانت المعركة بين الحروب التي حققت نجاحات كبيرة ستبقى ناجعة كما في السنوات الماضية وفيما تمثلت مصادر القلق الرئيسية بالنسبة إلى إسرائيل وفقا لمعهد أبحاث الأمن القومي في نوعية الوسائل القتالية التي حصل عليها حزب الله في السنتين الماضيتين والعمل على تحويل صواريخه لتصبح أكثر دقة وتحسين قدرة الدفاع الجوي لديه وتزوده بصواريخ بر بحر بعيدة المدى خلص التقدير الاستراتيجي إلى أن جبهة الشمال تنطوي على قابلية عالية للانفجار مع إمكانية حصول حرب على كل الجبهات خلال العام الحالي أعود إليك أستاذ حسن لأسأل بخصوص احتمالية الحرب على الجبهة الشمالية ما المساحة التي أخذ التقرير منها هذا الحديث ومدى واقعيتها وجديتها بالفعل يعني التقرير أخذ فرد مساحة واسعة لموضوع الجبهة الشمالية حتى عندما يتكلم عن القضايا الأخرى مثل الجبهة الفلسطينية أو حتى على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية كانت في صميم الحديث عن هذه المواضيع الجبهة الشمالية لأن هناك تطور جديد بالنسبة للبيئة الاستراتيجية المحيطة في إسرائيل أنها أصبحت بيئة المحور المقاوم وليست بيئة المكان المقاوم وهذا تطور جديد الأمر الآخر الذي جعل الإسرائيلي يفرد هذه المساحة لجبهة الشمال أن جبهة الشمال حدث فيها ما لم يكن متوقعا استراتيجيا بالنسبة لإسرائيل من كان يتوقع أن تنتصر سوريا وسيطر الدولة السورية تستعيد كافة أراضيها هذا ما سمى رئيس وزير الحرب السابق فيكدور لبرمن المعجزة أن سوريا صنعت المعجزة بمعنى أن التوقعات الإسرائيلية كانت دائما للموضوع في جبهة الشمال أن جبهة الشمال العناصر المهددة لإسرائيل ستتناحر فيما بعدها في الوحل السوري ولن يخرج أحد منتصر لاحظ بالله سيعود إلى من سوريا لواجه إسرائيل وسوريا ستنتهي وتتحول إلى والإيران سيستنزف في سوريا واستنزاف للجميع ويبطى هو الإسرائيلي مرتبط أنه في استراتيجية المعركة ما بين الحربين كانت مناسبة لماذا يتكلم التقرير الآن عام صيدلين يؤكد على الموضوع أنها باتت استوفت ولا استوفت يعني مداها وأيضا ولا تلبي الإجابة على الأخطار الكاملة الآن لذلك هو يطالب بالتطوير بالنسبة للحرب عام صيدلين بالمناسبة يعني التقرير من أكثر التقارير السودوية بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي على الأقل بالخمس سنوات الماضية حسب قراتي لهذه التقرير التقرير أيضا يعني المخاطر عالية مخاطر عالية جدا على جميع الجبهات السودوية جدا حتى على الجبهة الفلسطينية التي بالنسبة للتقرير في الناحية الشمالية بالناحية الشمالية ما الذي يميزها عن بقية السنوات الأخرى رغم أن حزب الله كما يقول بعض أنه بالفعل هو الآن موجود في سوريا يعني لم يعد متفرغا فقط لمواجهة إسرائيل في الجنوب اللبناني أمرين مهمين بالنسبة لحزب الله وأتكلم عن الجبهة الشمالية أولا أن حزب الله الآن اعترف الإسرائيلي أن هناك توازن ردع يمنع الذهاب إلى حرب شاملة ويقول عم سيدلين نعم استطاعت إسرائيل وسوقه كنصر أن هناك توازن ردع بين حزب الله ودولة الاحتلال بالذهاب إلى حرب شاملة ولكن حزب الله استطاع أن يوجد آليات أساليب تكتيكية يطور بها من نفسه دون الوصول إلى التكتيك العسكري بمعنى أنه لا يصل إلى مرحلة العسكرة لا يصل إلى الحرب لذلك لا يوجد رد إسرائيلي ممكن مثال مثال الصواريخ الدقيقة مثال نقل الأسلحة التكنولوجية الأكثر تطورا إليه التي تشكل خطورة استراتيجية على إسرائيل بالمستقبل نعم فعن سيدلين يقول بخلاص التقرير أن حزب الله وضعنا في في معادلة أو معضلة إما أن نذهب إلى حرب شاملة من أجل تدمير منظومة صواريخ الدقيقة لحزب الله التي ستشكل خطر استراتيجي ويضيف وقد تتحول إلى خطر وجودي على إسرائيل أو إما أن نشتري الهدوء على جبهة حزب الله مقابل أن نخسر على المدى البعيد هذه الأخطار وعن سيدلين بالمناسبة ليخرج من مأزق أنه يطرح شيء أو يقدم شيء طرح سؤالا وابقى الإجابة مفتوحة للقيادة السياسية والقيادة العسكري في إسرائيل وهو وهو هل الحرب الآن على حزب الله ستكون صادقة أو تلبي فوائدها أكثر من مخطرها فهو يطرح السؤال من قراءتي لما وراء سطور عام السيد وحسب قراءتنا لشخصية عام السيد هو مع الذهاب إلى حرب هو مع الذهاب إلى الذهاب على الأقل إلى تغيير قواعد الاشتباك الحالية مع حزب الله في الجبهة الشمالية لذلك سمى عام 2019 عام التحول إذن الوقت هو أصبح في وقت قاتل كما يسمى بالنسبة للقرار الإسرائيلي دعني أستوضح في البهد العسكري أعود إليك سيازة العميد في سوريا تركيا حسن لأسأل إلى أي حد بالفعل هي جبهة المقاومة موحدة إذا كانت إسرائيل البعض يقول أن إسرائيل تحاول أن تهول حتى تبرر لنفسها أي اعتداء جديد كما تفعل في سوريا إلى أي حد بالفعل جبهة المقاومة سوريا حزب الله إيران متماسكة في مواجهة وأن تكون قد تخوض معركة أيضا واحدة في حال حصل اعتداء إسرائيلي بالفعل تعني أحل العناصر السلاس الذين يتكون منهم محور المقاومة إيران رغم الضربات التي تجري في سوريا يقول التقرير أنها استنفزت أغراضها ولا تزال هناك الدافعية للا إيران في الاستمرار في وجودها في سوريا وتقديم الدعم للحكومة السورية والجيش السوري ولحزب الله والمقاومة وبالتالي لم تنكفي إيران رغم كل الضغوط ورغم حتى إلغاء اتفاق النووي إلى الخلف أو تتجه باتجاه الداخل رغم كل العقبات التي تطرح بوجه إيران النقطة الثانية يتحدث حول الوجود الإيراني أن هذه الضربات لم تنهي الوجود الإيراني ومعلوم أنه منذ بدء العام الماضي كانت وليات المتحدة والغرب والخليج وإسرائيل يقولون سننهي الوجود الإيراني في السوريا أو بالحد الأدنى سنضعف هذا الوجود إذن الوجود هو يزداد ويركز على نقطة ثالثة أن الوجود الإيراني الآن امتد إلى العراق ليشكل هناك بيئة وإذن قاعدة ويكون هناك استثمار إيراني في الداخل العراقي إذن هذا مبدئيا من اتجاه إيران وحتى في الداخل الإيراني يركز على هذه المسألة ولكن أعتقد أن هذا الأمر يقول بقدرة الإيران أن تتجاوز ذلك بالنسبة لسوريا هو يركز على مجموعة من العوامل أولا العامل الأول هو عامل الاستقرار وعودة الدولة لتسيطر على أراضيها وبنفس الوقت القضاء على مجموعة الإرهاب والاستقرار فيما يعني أنه سيشكل خطرا كبيرا على إسرائيل أي أن يعود الجيش السوري إلى سابق عهدي وخاصة بعد أن اكتسب المهارات العالية في الحرب التي استمرت لثماني سنوات ولا تزال هذه الحرب مستمرة النقطة الثانية القدرات العسكرية التي تزود بها الجيش السوري وخاصة في المنظومات الدفاع الجوي وهذا الأمر تترجمه الاشتباكات التي تجري بين الطيران الإسرائيلي بما يقوم به من استهدافات ووسائل الدفاع الجوي السوري التي استطاعت أن تحقق نتائج عالية جدا وحتى في اليوم الأخير يعني في الأمس استطاع أن يسقط مجموع من أصل من أصل 45 صاروخ على صباحا وليلا يعني لم يصل إلا سبعة أحد صواريخ من أصل إذن معناها أسقط 38 صاروخا النقطة الثالثة أن قدرة إسرائيل على العمل في الداخل السوري أصبحت محدودة السبب بالوجود الروسي الذي شكلت إسقاط الطائرة هي عبارة عن عامل كان إيجابيا من اتجاه سيادة العميد دعني أسألك ببعد عسكري الآن توصيف للحالة القائمة بين الاعتداءات المتكررة إسرائيليا على سوريا وعمليات الدفاع التي يجريها الجيش العربي السوري في مواجهة هذه الاعتداءات هل يمكن التوصيف أننا في حالة حرب حقيقية أعتقد عندما يتم توجيه 45 صاروخ في يوم واحد لأهداف سوريا العدوان السلاسي الذي جرى في شهر نيسان تحت حجة الكيمون من العام الماضي الأمريكي البريطاني الفرنسي كان المجموعة 107 صواريخ إذن تقريبا يصل تصل النسبة إلى أكثر من 40% وبالتالي نعم نحن في حالة حرب حقيقية وحالة الحرب قد يكون هناك أهداف غير استهداف المواقع هي عبارة عن إسرائيل تريد الآن أن تستطلع بالقوة كما يقال شبكات الدفاع الجوي السورية وخاصة منظومة الأس 300 التي حتى الآن ممنوع استخدامها إلا بأمر من القيادة عندما تنشب حرب أوسع أو أشمل من ذلك ويكون هناك خرق للمجال الجوي السوري ويكون هناك اشتراك في الطيران في الدخول إلى الداخل السوري أعتقد أن هذا الأمر لدينا مثال تاريخي في عام 1973 قبل حرب تشرين عندما استهدف الطيران الإسرائيلي لمعركة الجوية في طرطوس وحمص وأسقط 13 طائرة وكانت غايته الأساسية كشف صواريخ السام وأنا ذاك لم تستخدم هذه الصواريخ فيما يتعلق بالمقاومة وأعتقد أن هذا في غاية الأهمية أن المقاومة بعد عام 2011 طرح سماحة السيد مسئلة التحول في معركة الجليل وعندما طلب من مجاهدي المقاومة أن يكونوا على استعداد من أجل الدخول إلى شمال فلسطين وهذا أمر كان أخذته إسرائيل على محمل الجد وتدرك جيدا أن سماحة السيد عندما يتحدث بشيء ينفذ فيقولون عن المقاومة أنها الآن اكتسبت خبرات عالية في الحرب في سوريا وخاصة أنها واجهت أعتى وأقسى وأشرس أنواع القتال وحتى المقاومة تقول أن نواجهت إسرائيل ولكن عند مواجهتها لداعش وللفصائل الإرهابية في سوريا كانت المواجهة فعلا أقسى من المواجهة مع إسرائيل ويرون أن إسرائيل أسهل بكثير من المواجهة مع الفصائل الإرهابية النقطة الثانية أن المقاومة امتلكت الآن تكنولوجيا جديدة سواء كان في القيادة أو حتى في الأسلحة يعني هذه التكنولوجيا تتيح للمقاومة أن تكون في حال التوازن مع العدو الإسرائيلي وأن هناك صواريخ عالية الدقة والنشاطات الإسرائيلية الجوية التي كانت تضرب سواء كان في داخل السورية أو المواقع السورية كانت تدعي أنها مواقع إيرانية هي بغرض إنهاء هذه التكنولوجيا وتطوير هذه الصواريخ هناك شيء هام أن المقاومة تمتلك منظومة دفاع جوي متطورة ولكن المقاومة تحافظ على هذا السر وهذه الشبكة هي روسية الصنع وتمتلك أيضا صواريخ مع حديثك الآن لم يعد سرا يا سيادة العميد على أي حال سنسأل عن موقف حزب الله وطبعا خير من يحدثنا عنه هو الدكتور عباس طبعا لكن بعد أن نسمع إلى الصوتية التي يتحدث فيها رئيس معهد أبحاث الأمن القومي عموس يدلن من مخاطر أو عن مخاطر الوجود الإيراني في سوريا ولبنان ويتسأل عما يمكن لإسرائيل أن تفعله مع ما يرى تزايدا للنفوذ الإيراني في لبنان نشاهد معا أنا أنتقل إلى الفصل الأخير وهو فصل التوصيات بما يتعلق بساحتنا في الشرق الأوسط أو في الساحة الدولية أو بساحتنا الداخلية مقابل إيران نحن نقول في هذه المرحلة إن إيران المقلقة جدا هي تحديدا إيران التقليدية إيران الموجودة في سوريا أو التي تنتقل الآن إلى لبنان ويجب أن نكون جاهزين لهذا التحول الذي تحدثت عنه إيران في سوريا لا تتنازل وهذا ما يقولونه في العام 2018 نحن انتصرنا هم جاءوا إلى الملعب غير صحيح في سوريا حيث يوجد لدينا تفوق استخباري وعملاني ومع ذلك هم لم ييأسوا في المباراة الأولى هم خسروا لكنهم من ناحيتهم هذه نهاية لعبة أم بيئي يعتقدون أنه ما تزال توجد ست مباريات وهم ينون الاستمرار في العام 2019 بمواجهتنا وجعل ذلك أصعب من خلال الانتقال إلى لبنان وهنا يجب أن نفهم أن الملعب ينتقل من سوريا إلى لبنان لقد قال رئيس الأركان المسرح إننا هجمنا كثيرا في سوريا لكنني لم أسمع عن هجمات في لبنان واحتمال التصعيد في لبنان هو عال جدا التصعيد مقابل حزب الله ولهذا يجب أن نبني أنفسنا كلام خطير دكتور عباس خاصة عندما يتحدث وكأنه في نوع من التحريد أو أنا هكذا ما أفهم لمحاولة فتح جبهة في الشمال الشمال فلسطين المحتلة مع حزب الله حضرتك متابع حثيث لهذا الملف من الداخل الإسرائيلي إلى أي حد بالفعل هذا تخوف ممكن أن يعتبر أم تحريد حقيقي أم تقدير لمخاطر بالفعل قد بلغت أوجة وبالتالي لا بد من محاولة إيجاد نوع من التحول في مسار الأحداث يعني الكلام اللي سمعناه من عمو سيد دين واللي ورد أيضا بصيغة أخرى بالتقدير الاستراتيجي يعني هو ليس كلاما منفصلا هو جزء من سياق سياق له علاقة بالتقدير الإسرائيلي والكراءة الإسرائيلية لخطورة التهديد يعني توصيف التهديدات التي تعتبر أنها عرضة لها من جهة خطورة التهديد من جهة داهمية التهديد ومن جهة إشكاليات التهديد أو معضلاته يعني في مقاربة خطورة التهديد التقدير الإسرائيلي يضع في الخطورة إيران هي الخطر الأساسي كما يرد في التقدير يليه حزب الله يليه الواقع الموجود في سوريا هو ينظر إلى حزب الله بشكل منفصل عن إيران أم ينظر لهما كجبهة واحدة كجهة واحدة نتحدث هنا عن طبيعة التهديد وليس عن الرابط الاستراتيجي وفي طبيعة حال ينظر إلى محور المقاومة كله كمحور لكن إذا نتحدث عن تهديدات بشكل منفصلة نعتبر التهديد الإيراني النووي والتقليدي هو التهديد الأساسي تهديد حزب الله هو التهديد الثاني التهديد الآن الوجود الإيراني وحزب الله والنظام في سوريا هو التهديد الثالث وخطاع غزة هو التهديد الرابع هذا يتحدثنا عن خطورة التهديدات لكن عندما ينتقل إلى داهمية التهديد أو أي التهديد الأكثر قابلية للانفجار يبدأ من غزة ينتقل إلى الواقع في سوريا ثم يصل إلى لبنان الحزب الله في حال بادرت السير للعدوان وينتقل إلى إيران في حال كانت إيران تخلط نحو النووي يعني هناك مقاربة عكسية بين التهديدين كنت سألت أنا قبل قليل لسيادة العميد تركي حسن حول أنه ما إذا كنا نحن في حالة حرب حقيقية الآن بين سوريا وبين إسرائيل يؤكد من الناحية العسكرية أنه الأمر واقع طيب التقدير يشير على أنه أي اندلاح حرب يعني نحن أمام مواجهة مفتوحة هل الآن في إسرائيل ممكن أن تقارب المسألة بأن تكرار هذه الأعمال العدائية تجاه سوريا حتما سيتبعها فتح جبهة مباشرة قد تبدأ يعني يباشر بها حزب الله وإيران هذا كنت سأشير له بالنقطة الثالثة هي إشكالية التحديد فضلك قبل أن أذكر إشكالية التحديد لابد من الإشارة لأنه ما تفضلت به سبق أن تطرك عليه رئيس شعبة استخبارات سامير هايمن في اللجة الخارجية والأمن وسبق أن تم تداوله في الصحف الإسرائيل نقلة عن تقدير شعبة استخبارات وأيضا أورده التقدير الاستراتيجي الآن بأنه معقولية المبادرة إلى حرب مبادرة إلى حرب ضعيفة جدا من كل الأطراف غير واردة من إسرائيل ومن غير الإسرائيل المبادرة إلى حرب ولكن المبادرة إلى عمليات من هنا أو من هناك وأن تتدهور هذه العمليات تخرج عن السيطرة وتدهور إلى حتى صعيد شام القدسة للحرب هذا هو السيناريو على المقاقترح المشكلة التي تواجهها الإسرائيل الآن هو ما أسمي أشكالية التهديد بمعنى أن إسرائيل الآن في مواجهة التهديد في سوريا كانت تتبع استراتيجية المعركة بين الحروب وإذا لاحظنا الرئيس الإسرائيلي رعوين ريفلين تحدث عن أن هذه الاستراتيجية لابد من إعادة النظر فيها التقدير الاستراتيجي أيضا عمود سيدلين تحدث في التقرير وتحدث أنه يجب إعادة نظر فيها أكثر من خبير ومنظر في إسرائيل إيتي بارون هو رئيسة وحدة الأبحاث واليوم أيضا رون تيرا هو ضابط سابق قبير كلهم يتحدثون عن أن المعركة بين الحروب استنفدت نفسها المعركة بين الحروب هي استراتيجية التي كانت تتبعها إسرائيل لكي تواجه ما تعتبره تحديدا في سوريا إذا كان الآن الكلام في إسرائيل أن هذه الاستراتيجية قد استنفدت نفسها فإذا لابد بالعقل الإسرائيل البحث عن استراتيجية أخرى حتى الآن هذه الاستراتيجية الأخرى غير موجودة ممكن إذا استمرت إسرائيل في المعركة بين الحروب لأن التطورات التي حصلت تجعل نتائج هذه المعركة بين الحروب غير مجدية. نتيجة تراكم عدة مخاطر. سوريا عادت إلى تسعيد عافيتها. هناك أيضا التمركز الإيراني كما يقول إسرائيل مستمر. حزب الله يراكم القوات ونقل قيد الروس. هناك الإسحاب الأمريكي في سوريا. معركة من الحروب عندما نقلت له. طبق في سوريا. هذه العناصر كلها لم تكن موجودة. المعضلة الثانية. المعضلة مشروع الدقة. والذي هو في يد يعتبر قد يكون هذا هو الأكثر إسارة لحصول حرب مستقبلية. ويقصد به أنه إذا انتقل حزب الله إلى عملية بناء أو تصنيع أو تطوير الصواريخ الدقيقة. ماذا ستفعل إسرائيل؟ أشار الأستاذ حزب قبل قدير أنه أمام معضلة. إذا إسرائيل جلست مكتوفة للأيدي. سوف ترى أن حزب الله يتحول إلى قدرة قوة استراتيجية تغير كل قواعد اللعبة بالنظرة الإسرائيلية. وإذا أرادت إسرائيل أن تعمل الآن استراتيجية من الحروب لا تفيدها. وكما قال عمو سيدن. المعادلة في لبنان معروفة أنه ممنوع إسرائيل أن تهاجم في لبنان منذ العام 2006. إذا تريد إسرائيل أن تهاجم. يعني يجب أن تحضر نفسها لتصعيد شامل لحرب. هل إسرائيل مستعدة الآن أن تكفع ثمن مواجهة مع حزب الله من أجل ضرب مشروع الدقة؟ هذه معضلة كبيرة في إسرائيل. هناك أسئلة مطروحة جدا. حتى اللحظة لا تجد إجابات مباشرة لها في الداخل الإسرائيلي. على أي حال التقدير الإستراتيجي لمحهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل. يتناول موضوع الداخل الفلسطيني. التهديد على جبهة الضفة وقطاع غزة. بعد الفصل. مشاهدين سنفصل أكثر في هذا الملف. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. مشاهدين ونصل إلى المخاطر المتأتية من الواقع الفلسطيني على إسرائيل للعام الحالي. ماذا عن حركة حماس؟ ومن معها من الفصائل المسلحة؟ هل تنوي إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة للتخلص من تنامي مخاطر المقاومة على الداخل الإسرائيلي؟ عن هذه التساؤلات. يجيبنا الزميل هاني فحص في تقريره التالي. نشاهد معا. حركة حماس غير مردوعة. والوضع الأمني في الضفة الغربية قابل للانفجار. هذه أبرز خلاصات الشق الفلسطيني من التقدير الاستراتيجي السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الذي يجيز الوضع الاستراتيجي لإسرائيل للعام 2019 والذي قدمت نسخة منه إلى الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين في حفل خاص أقيم للمناسبة. التقدير الاستراتيجي السنوي يحلل على نحو لافت التطورات في الساحة الفلسطينية من خلال نظرة واقعية ومتابعة أكثر لحماس ولما يحدث في قطاع غزة. وهذا التقدير يتطرق إلى كل العناصر التي تؤثر في منعتنا القومية. وعلى الرغم من أن تهديد الجبات الشمالية هو الأكثر حضوراً في وعي معدي التقرير. إلا أن أمكانية اندلاع مواجهة مقابل حماس في غزة هي الأكثر ارتفاعاً خلال هذا العام. لأسباب يعزوها التقدير إلى التدهور المستمر للوضع الاجتماعي الاقتصادي في القطاع. وتآكل الردع الإسرائيلي منذ اعتداء الجرف الصلب على قطاع غزة في العام 2014. هناك أمر مهم. من لا يفهمه قد يجد نفسه محبطاً. إسرائيل من جهة قوية جداً. لكنها من جهة أخرى تجد صعوبة في تحقيق ما تريده. والمثال الأفضل على ذلك ما حصل لنا مقابل حماس في غزة. نحن قادرون عسكرياً على احتلال غزة وتفكيك حماس. لكن هناك قيود ولسيما ماذا سنفعل بعد ذلك. نحن لا نريد مليوني فلسطيني تحت سلطتنا من جديد. ولا تختلف الصورة التي يرسمها التقدير لواقع جبهة الضفة الغربية وتهديداتها كثيراً عن غزة. فالطريق السياسي المسدود وعدم القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية. والشلل الفلسطيني على ضوء الترقب لليوم التالي لرئيس سلطة الفلسطينية محمود عباس. إضافة إلى ترد الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. كلها عوامل. يرى فيها معدو التقرير أرضاً خصبة لبذور التصعيد العسكري والسياسي بين إسرائيل والفلسطينيين. وإضافة إلى ضيوفي في الاستوديو من دمشق. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود مردوي. وهو محلل سياسي. مرحباً بك أستاذ مردوي. بداية كيف تقيم ما صدر أو قام به التقدير لجهة التكمين أو لجهة تقدير المخاطر الكامنة من قبل الضفة الغربية وفي قطاع غزة لجهة حركات المقاومة. حركة حماس والجهاد وغيرهما. نعم بدون شك التقرير كان متأثراً بشكل لافت بما جرى في الشهر الأخير. ولا سيما في معركة تحت السيف التي لم يستطع العدو أن يسجل صورة مصر بينما المقاومة سجلتها. وهذا الفهم جاء كرطاً لما شاهده المجتمع الصهيوني. فبالتالي أثر على التقرير بما يتعلق بغزة. وعجز المستوى السياسي تنفيذ التوصيات التي يدفع باتجاهها المستوى العسكري والأمني. والذي يستمد على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في غزة. سيدفع الغزيين إلى حرب لا مفرّة منها. دون تدخل المستوى السياسي في رفع نسبة الحصار والضغط نحن مقبلون أمام عملية عسكرية ستجد المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال نفسيهما في واقعها دون رغبة منهما. هذا الواقع الذي يسود في الجنوب. يقابله واقعاً في الضبطة الغربية. المستوى العسكري يدرك ويقرأ الواقع أن المستوى السياسي متأثر بفكرة اليمين المضطرف الذي يريد أن يدير المعركة ولا يسعى لإيجاد حل. الأمر الذي يدفع السلطة إلى زوايا تضغرها وأنها ضعيفة جداً بدون سلطة. من خلال رفع مستوى تأثير وتدخل حكومة المنصق في بيت إيل. الأمر الذي أضعف وضع مسبوقة. كما أن المستوى السياسي يدفع الجيش لتطرفات في داخل المدن المغينة على مدار السنة. بالتالي حضور السلطة وقدرتها على التنصيق الأمني في المدن والأرياف الفلسطينية كما كان في أصابك أصبح أقل وقدرة السلطة على تبرير ذلك ضعيف. الأمر الذي دفع الشعب والجمهور الفلسطيني لدعم المقاومة في تأييد السلطة في الضطة الغربية. الأمر الذي يوحي بأن السنة 2019 قابلة للمفاجآت التي لم يستطع تنبؤها الجيش نظرا لغياب رؤية سياسية تضبط لقاع والعلاقة مع السلطة. في المقابل غزة كما قلنا حصار مسيرات عودة احتكاك مقاومة موجودة وغياب رؤية وعدم تجانس ما بين المستوى العسكري على الأقل في السكور المستوى العسكري استطاع أن يطلب على المستوى السياسي في الآونة الأخيرة السراتيجية جديدة لكن ما زال مترددا نحن نلاحظ في الوقت الحاضر كيف أن نظرية ليبرمن وكذلك نفتالي بنت في إضعاف نيتنياهو تستند على أنه يرضخ للمقاومة في غزة فبالتالي محدود يعني قدرة نيتنياهو على التحرك الأمر الذي سيفجر الأمر الوضع بلا شك في أي لحظة في عام 2019 كل شكر وأتقدير لك الأستاذ محمود مردوي طبعا حضرتك باحث ومتخصص في أشياء الإسرائيلي أعود إليك أستاذ حسن لأسأل إمكانية إعادة احتلال قطاع غزة من جديد هو ما زال مطروح لكن البعض يقول أنه أمر بعيد المنال بالنسبة لإسرائيل ولا يمكن أن تقدم على ذلك تراهن أيضا على انقسام فلسطيني قائم وما يزال بالمقابل جبهة المقاومة في قطاع غزة تحديدا لا تريد أن تكون للجبهة باردة دائما في حالة سخونة لكنها لا تصل إلى مستوى حرب كيف تقيم من الناحية الإسرائيلية الرهان على هذه المفاصل في الحقيقة لنبدأ من الأسس الاستراتيجية لكي نفهم تعقدات الوضع الفلسطيني في إسرائيل هناك رؤية تاين للتعاطي مع الفلسطيني هناك رؤية مهنية يقودها المؤسسة العسكرية أنها لابد من إدارة الصراع إدارة الصراع بحيث أن يكون لدى المستوى السياسي في إسرائيل بعض التكتيكات التي من الممكن سياسيا ولا أتكلم من الممكن أن تحلحل الوضع الفلسطيني بحيث تزيد من عوامل الاستقرار وليس من عوامل التدهور والحل هو سياسيا وهذا ما ما تكلم به بأخر حديث لو قاد أزم كنت قال من يظن أن الحل في قطاع غزة أو في الجبهة الفلسطينية عسكريا وأنه بالقوة ومزيد من القوة فهو لا يفهم شيئا الحل سياسيا هذه رؤية ومن الواضح جدا أن عامو سيدلين ومركز يعني لو حضرتك تظهر لنا عمليا يعني كيف يكون سياسيا هل بمعنى تخفيف الحصار هناك خطة قدمها المعهد الأمن القومي للحل الفلسطينية بمعنى أن يكون هناك مبادرة إسرائيلية لتثبيت أمر واقع معين بالمفهوم السياسي على غرار الانفصال عن قطاع غزة عام 2005 دون أن يذهب لا أحد في إسرائيل بنواس يتكلم عن حل الدولتين على الأقل بالمدى المنظور المرئي حتى اليسار الإسرائيلي لأنه أصبح من الواقع جدا أنه عندهم قناعات خاصة مع انزياح المجتمع الإسرائيلي لنحو اليمين لا أحد يتكلم ولكن هناك الآن فرق ما بين الوضع الراهن الذي يقوده نتنياهو واليمين والحكومة اليمينية وبين إدارة الصراع الآن الجيش يريد هذا الموضوع من السياسيين أن يقدم شيئا ماذا الشيء هذا مثلا هم يقولون الانفصال زيادة الانفصال عن الفلسطيني تكوين بعض الكنتونات الجغرافية مناطق A وB حسب تقسيم ومن ثم قطع غزة وقطع غزة لماذا لا يتكلمون مع حكومة الأمر الواقع مع المقاومة في التخفيف من خلال احتواءها سواء بالمال العربي أو بالحلول هذا هي تكتيك لإدارة الوضع الراهن بالمقابل المستوى السياسي في إسرائيل كونه أنه يأتي من خلفية إدلوجية يمينية دينية لا يقبل بذلك حتى الآن يفكر بمنظوم الدولة الواحدة الدولة الواحدة التي كلها دولة صهريونية دينية بمعنى ترانسفير سواء بالإجاب أو ترانسفير ناعم مثل ما طرح سموتريتش بالبيت اليهودي أو حتى ترانسفير خشن في مرحلة ما ويقولون لماذا التجارب في المحيط موجودة إذن لا اتفاق سياسي على ماذا سيقوم على آلية التعامل مع غزة وهنا تبدأ المعضلة كيف تتم التعاطي مع قطع غزة ما أتكلم به الآن وضح في الكابينت بعد التصعيد الأخير عندما أراد أفيكدور لبن وزير الحرب أن يذهب إلى ضرب قطع غزة والذهاب إلى معركة بالمناسبة هو لم يتكلم عن احتلال غزة بل تكلم عن حرب لضرب غزة رفض الجيش وبحجة الجبهة الشمالية نعم الآن في غزة هناك تناقضات يعني تناقضات داخل المستوى السياسي الإسرائيلي من جهة لديهم مصالح في غزة هذه المصالح تتعارض مع أليات تطبيقها بمعنى هو يريد هدوء في غزة لكن في المقابل يريد أضعف حركة حماس أو المقاومة لكي يعني يحصل على الهدوء لابد من التفاهم مع المقاومة فإذا المقاومة ستزداد جمهورية يعني جماهريتها وأنه لا يفهم أحد إلا مع إسرائيل إلا بالقوة بن قوسين هل هناك مراهنة إسرائيليا طالما أن الخيارات كلها غير مرضية وغير مقنعة وشديدة الخطورة هل هناك مراهنة على جهة خارجية أقليميا قد تساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها في القطع؟ هنا يعني عمص يدلين تكلم بوضوح وقال هناك فرصة وهنا أكثر ملف تكلم فيه عن فرص لإسرائيل هو الملف الفلسطيني لماذا؟ لأنه يقول هناك فرصة الآن لأن هناك عوامل تطبيع عربي رسمي بين قوسين العرب المعتدلون يستطيعون الضغط على الفلسطيني وتنفيذ الخطة وخاصة أن هناك شيء اسم صفقة القرن سيقدمها ترامب فمن السهل جدا إذا أعطت حكومة إسرائيل بعض المرونة أن العرب المعتدلون بين قوسين الصهاين الجدد سيعطون بعض الضغطات على الفلسطيني وسيعطون هذا الموضوع شرعية بمعنى أنه ما كان سيطرح لياسر عرفات عام 2000 الآن 10% أو 5% يكفي لقبول العرب به لكن اليمين الإسرائيلي الذي هو مسيطر غير قابل حتى أن يتنازل عن 5% أو 10% لما كان يمكن أن يتنازل عن أهود برك بالألفين لياسر عرفات وتم اغتيال ياسر عرفات عرفات وبالتالي المتغيرات دائما الحرب الحرب باختصار من أكثر الناس يشجع إلى ذهاب حرب لاحتلال غزة ضربة قوية ونصا للمقاومة العسكرية في غزة بقوة ولكن بشرطين أن تكون جبهة الشمال وجبهة سوريا هادئة لأنه يخشى من ربط ما بين الجبهتين وهذا خطر استراتيجي تفكرون بي أيضا سيادة العميد تركي ما حصل خلال السنتين الماضيتين أنه علاقة حماس بمحور المقاومة تبدلت وأعادت ترميم ورممت تلك العلاقة في سوريا أيضا العلاقة البعض يقول أنها تحسنت بشكل كبير جدا هذا لم يكن في الحسمان الإسرائيلي الذي كان يراهن على شرخ كبير في جبهة المقاومة إلى أي حد برأيك هذه العودة لحركة حماس أو إعادة ترميم ما يعرف بجبهة المقاومة هو يصب في صالح كامل المحور ويمارس بالفعل تهديد حقيقي لكل الخيارات الإسرائيلية المطروحة على الطاولة لا شك أن العلاقة مع حركة حماس تحديدا يعني من فصائل المقاومة تعرضت لتصدع بين سوريا وبين حتى محور المقاومة وحماس صحيح أن حماس في فترة الآن تعيد حزاباتها ولكن نحن في الشارع السوري وفي القيادة السورية حتى الآن لم نلمس هذا التغيير الإيجابي هو بحاجة إلى مراجعة رغم أن هناك جرى تغيير في القيادة وتقدم مشروع المقاومة في قيادة حماس أو لنقول القيادات التي تؤمن بخيار المقاومة على الخيار السياسي يعني السنوار وصالح العاروري وبنفس الوقت فتحوا العلاقات بداية مع طهران ومع حزب الله حتى الآن لم تعطي القيادة السورية يعني لأن الدماء لا تزال تسير في سوريا وبالتالي دور حماس والمراجعة لحماس في هذا الاتجاه لم يصل إلى القيادة السورية لم يصل إلى الاعتزار لم يصل شيء أنه يؤكد أن هناك عملية ندم على هذا الموضوع وبالتالي نحن ولن نحتاج إلى أن يقدم لنا كشف حساب يحتاج هذا الأمر إلى عملية مراجعة وأن يكون مبني على قواعد ثابتة وبالتالي ما تعرض له السوريون في الحرب الأخيرة في طيل السنوات السمانية كانت حماس أحد العناصر التي قتلت وذمرت وقطعت وسائل آخرين ووقفت ضد الجيش وحتى في المخيمات الفلسطينية إذن هذا الأمر في تقديري أن القيادة السورية ترحب بعودة حماس إلى صفائها وإلى خط المقاومة وأن يذهب من قاد حماس بالفترة السابقة لأن يخرجوا من بني الحماس نحن نتحدث عن ترميم جبهة المقاومة وليس فقط عن علاقة بين جهتين داخل محور المقاومة على الاعتبار أن المواجهة مشتركة وهي مواجهة حتمية والبعض يقول حتى أنها وجودية وليس فقط حتمية مع إسرائيل التي تتربص ولديها حلفاء أقليبين ودوليين وتمارث عمل عداء تجاه سوريا وبالتالي السؤال الذي أريد أن أطرعه على حضرتك إلى أي حد قد تتطور هذه الاعتداءات الإسرائيلية إلى ما هو أوسع من ذلك وكيف يمكن أن تكون ردة الفعل سوريا أقصد عمليا ما يجري من خلال الاستهداف الداخل السوري من خلال العمليات التي تجري وأعتقد أن البيان الناطق العسكري الذي تحدث حول ما جرى بالأمس أسمها توجيه ضربة كثيفة ضربة كثيفة إسرائيلية كثيفة والضربة الكثيفة لا تشمل فقط الطيران أي أن هناك كانت صواريخ أرض أرض مشتركة مع هذه الضربة والتالي هي عبارة عن تطور في المواجهات وفي الاستهدافات التي كانت تجري في المرحلة الماضية يمكن أن نقول عدة ذاك أن قد نتدحرج إلى اشتباك أوسع ولكنني في تقديري الشخصي أننا لن نذهب في هذه المرحلة إلى حرب شاملة يعني هذا الأمر إذا كانت هناك خيارات أو بدائل الآن والسورية مشغولة وحتى المقاومة مشغولة وحتى إيران مشغولة في الداخل السوري وبموضوع أن نستكمل السيطرة واستعادة السيادة على كل الأراضي السورية ليس لنا مصلحة الآن في هذا الاتجاه في أن نذهب باتجاه حرب باتجاه الجنوب وخاصة أننا حتى الآن توجد هناك مناطق واسعة يسيطر عليها الإرهاب سواء في محافظة أو في شمال شرق تسمح لي فيما تبقى لدي من وقت سيادة العميدة أنا أسف على المقاطعة أسف على المقاطعة بقي لي دقيقة واحدة تسمح لي فقط لأنه في نقطة مهم كان المفروض أن نسلط الضوء عليها وهو استطلاع للرأي طبعا يجريه المعهد أريد أن أختم معك دكتور عباس تقييما لهذا الاستطلاع والتوصيات التي صدرت عن هذا التقدير الاستراتيجي باختصار لو سبحت استطلاع الرأي عكسها اتجاهات الجمهور من خلال التحديات لتحدث عنها تقدير كان واضح أن بحظة استطلاعات الرأي القلق الأكبر الذي يشعر به رأي العام الإسفايلي هو من التهديد في الجبهة الشمالية والنقطة الثانية ربما ببارث الأهمية هو أنه برزت أغلبية كبيرة في أوساط الإسفايليين أنها تؤيد الذهاب أو مبادرة إسفايلي لشان عدوان تضد محور المقاومة في سوريا أو حتى في لبنان إذا كان هذا الموضوع يحول دون عملية مراكمة القوة والتخفيف من المخاطر التي يخشى منها الإسرائيليين كل شكر والتقدير لك دكتور عباس اسماعيل الباحث في أشؤون الإسرائيلية نشكر أيضا معنا في الاستوديو الأستاذ حسن لافي الكاتب والباحث أهلا وسهلا فيك كل شكر والتقدير لك ونرحب ونشكر أيضا من دمشق سيادة العميد الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات تركي الحسن أجدد اعتزاري لحضرتك سيادة العميد تعرف الوقت دائما لا يخليك ونشكر طبعا الأستاذ محمد مرداوي كان معنا عبر الهتف من قطاع غزة وأرجو مشاهدين الكرام أن حلقة إسرائيل تحت المجهر قد أوفت بالفعل ما كانت تصب إليه وهو تسليط الضوء بالفعل على التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي وكما هو معلوم أن معاهد الأبحاث في إسرائيل يؤخذ بتوصيتها بشكل كبير جدا في حين الأمر يكون على خلاف ذلك في العالم العربي للأسف الشديد نجدد لكم الشكر مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة